السلام عليكم و أخباركم و أي من النوارين دايماً معايا بسعب بيكم في كل وقت وفي كل وان يا مرحب يا مرحب أهلا بميني شارك معايا دايماً سعادة غامرة عامرة دايماً بلا شك الحقيقة إنه الزمالك دخل ما يطلق عليه وقت مدير الفني الخبير المدير الفني اللي المفروض هيكون داعم معنوياً وفنية للعيبة اسم كبير جداً جاء الزمالك الآن في هذه اللحظات بدأ تدريبه الرسمي الأول فريرة لنادي الزمالك وكل اللعبة كاملة العدد متوجدين في أول تدريب إن شاء الله الراجل يستطيع أن يفعل أموراً بشكل سريع خبراته اللي عنده واللي ابتسبها طوال هذه الفترة من التدريب راجل الذي يبلغ العمر تقريباً يعني 44-45 سنة يملك من الخبرات اللي يستطيع أن يتحرك سريعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حالياً في الجزء الفني في الزمالك مباراة الوداد مباراة مهمة جداً هو يعلم هذا يقيناً وكل يعلم الحقيقة إنه إذا كان له دور فاللعبة يجب أن يكون دورهم أكبر من كده يجب أن يكون دورهم أكثر حرصاً واهتماماً ورغبة شديدة قوية لتنفيذ كل ما يطلب منهم ثم عندهم الرغبة برضو والطموح في أنهم يعملوا حاجة لإنه مهما كان قوة المدير الفني إذا اللعبة ما كانش عندها الطموح والرغبة فمهما قلت ومهما فعلت ومهما حاولت فلن تنجح نجاح المدير الفني في أنه يقنع اللعبة بنفسه وفيريرا مقنع أو مقنع به قبل ما هو يجي واللعبة بقى تنفذ اللي بتقال بشكل قوي وحقيقي دون إيه بقى الحركات بتاعت اللعبة لأ إحنا بنركز إحنا عايزين نشتغل إحنا عايزين نلعب إحنا عايزين نكتد إحنا عايزين نفوس مهم جداً جداً هو النهار ده أولى التدريبات بدأت وإن شاء الله تكمل على خير ناني الزمالك برضو بيعمل حاجة مهمة زي ما جابوا وده قرار مهم لمجلس الإدارة عامت برضو ويمدي شروط أنك تقلقى الحق في كل حاجة تقريباً يملكوا الحق في إدارة الفريق فنياً والصفقات الجديدة والراحلين وإن ما حد يشير حل لجم وفقته وما جاء حد لجم وفقته زي أي أمر طبيعي لأي مدير فانش أن يكون صاحب القرار طالما هو مستمر طالما هو اللي هيبني الفترة اللي جاية دي فده أمر طبيعي جداً 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 ولا يوجد فيه مشكلة الزمالك بقى عمل وحط شرط جزائي وده اللي ذكروا لي لأخونا محمد ربيع في جوم السابع قال لنا إن الزمالك حط شرط في عقد فريرة الجديد الشرط ده بصراحة إن صح هذا الخبر ولا أعتقده صحيح طالما محمد ربيع اللي قيله إنه الزمالك حط شرط في حالة إن النتائج لم تتحسن مع نهاية الموسم مع نهاية الموسم لم تتحسن النتائج فيحق لنادي الزمالك فسخ العقد مع أخونا فريرة دون أي شروع جزائية على ذلك ومن طرف واحد وده تحصين ممتاز تحصين للزمالك لأنه ما يدفعش فلوس وما يدخلش في مشاكل في متأخرات ووش عارف إيه حاجة تانية هنا بيدي كمان حافز للراجل اللي هو مش بيحتاج حوافز الراجل اللي محقق ذاته بشكل عام إنه برضو إنه ما يقفز ذاكي ماشي عشان ما عملش نتائج دي حاجة مش كويسة ومن ثم ما يبقى فيه ابتهاد أكتر حركة أكتر متابعة أكتر اهتمام أكتر وهذا أمر لا شك سيكون موجود من الراجل البرتغالي جمهور الزمالك سعيد ببعودة الراجل خلاص ده أمر ما فيه مناقشة لا جدالة فيه ولا مناقشة زي بيقوله جمهور الزمالك سعيد جدا جدا بعودة الراجل بل يعني البعض شايف إنه سيكون هناك طفرة غير عادية في أداء اللعيبة خالفترة اللي جاية مش من بكرة مش من بعد لأ مع تدالي وتدالي وتوالي المباريات هيحصل حالة التوازن حالة الأداء الجيد حالة إن فيه خطط تكتيكية وانضباط تكتيكي داخل الملعب واللعيبة عرفة هي عايزة إيه والمشكلة بتاعت كارتيروني الحقيقة إنه فترة الأخيرة كانت اللعيبة مش عارفة وهو مش عارف وكلنا مش عارفين وكلنا بنجي ورا بعض وكلنا حالة عشوائية عظيمة كده وما كانش فيه انضباط أبدا داخل الفريق أنا مش ضعب خارج الغرف اللفس ما فيش مشاكل ظهرت يعني أنا بتكلم على داخل الملعب مكانش فيه انضباط نهائي تكتيكيا بتعرفش مرة يلعب ضغط عالي على الأهلي مرة ما يلعبش مرة يعمل مش عارف إيه مرة يودي فيه مرة يودي إيه وتاية وإنذارات بالفاسخة عشان الفلوس وفي الآخر وفي الأخير وفي الأخير وفي الأخير فلوس وأقل من الملعب لقد كنت بتعمل الإنذارات والهيسة دي كلها ليه؟ يعني أيا كان الموضوع عدى خلاص أخونا كارتيروني ببلهوا بما عليه راجل عمل يعني حاجات كويسة ومكتوب في تاريخ الزيانج بأنه والله حصل على الدوري 2021 ودي حاجة لا جدالة فيها ولا مناش خلاص لكن الحقيقة أنه موسم اللي احنا فيه ده بقى عمل موسم سيء أوي 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 حمد لله أنه مشي وكنت أتمنى أنه كان لو مشي بمبدري من يناير لكن اللي حصل حصل وانتهى الأمر برحيله واجيء فريرا البروفيسير الذي نتمنى له النجاح لا شك في هذا ولا ربي في نادي الزمالك وده أمر يعني لا شك فيه أن إحنا كلنا نأمله كذا ملكوش طيب الموضوع التاني الحقيقة أنا مبارح شاهدت مباراة الزمالك طبعا وبعدها خرجت على قناة الزمالك ومتكلمتش معاكو هنا لكن أنا تعليق على المباراة أن الزمالك لعب أجمل أربعين دقيقة في هذا الموسم أجمل أربعين دقيقة لا ممكن أجمل خمسة وثلاثين دقيقة أجمل نص ساعة عشان في الجزء الأولين الخمسة دقيقة الأولين والخمسة دقيقة الأخرى أولى عشر دقيقة يعني إحنا بتتكلم في مثلا يعني مش أقل من ثلاثين دقيقة زمالك أداءه محترم رائع لا ممتع ممتع تماما غير عادي كل اللعبة بتلعب حلو وفيه تنقل وفيه حركة وفيه حد مدير فني بيقول حاجة في الملعب بتاعه بيتكلم يعني المهم التلاثين دقيقة دول قدوا لأن زمالك يفوز في التسعين دقيقة أيا كان بقى الجوني اللي جيه ضربة الجزاء الصحيحة أو الصحيحة إبراهيم نور الدين كان عايش في حتة تانية غير الحتة الأولينية عايش في حتة تالتة غير الحتة الرابعة أيا كان والفار اللي هو ما تحسش أنه كان بيقوله أنه متداخل وشايف يعني أنا شايف أنه الكورة بتاعت محمود علاء مش ضربة الجزاء قوي لكن ماشي خلاص إيه ده قال لي قلت محمود علاء أيوة تعالوا بقى نروح للموضوع الصعب جدا قال الكلام ده بقوله وهقولته وهقوله وهكرره طويل الوقت هي رسالة إلى كابوهات السوشيال الزمالكويش تعرفيني أنه الألترس ليه كابو كابو ده القائد يعني اللي بيبه دايما تحس بديه ظهروا للملعب اللي شاور كده يلا عضو وقفوا سكوتوا كابو قائد يعني وكان التزام صارخ وشديد وقوي من الجمهور الألترس لكلام الكابو ده يلا نروح يلا نروح وقف وقف التزام كأنهم عساكر يعني وده ما بقاش فيه ألترس في المدرجات دلوقتي لأمانة لكن فيه ألترس في السوشيال بيديو مش ألترس اللي هو ما تابع الألترس ألترس يعني فيه زحمة كده وبتاعه وناس تجري ورا بها واحد مثلا معروف عنده صفحة يجري ورا الناس تجري وراي كلمتيني يقوله مهم الناس مش هي ورا الموضوع وهكذا هنا بقى جه موضوع محمود عليها أنا مش مصدق وده أمر أتمنى أن يعقل أو يتم حالة من العقل كده تدخل جوه الأنفس كده الزمالكوية وجمهور الزمالك ناحية محمود عليها كمية سف وكمية تحفيل وسخرية خرافية من جمهور اللي لعب بيلعب عند النادي بيلعب في النادي لعب عناصر الأساسية اللي خدت دوري وخدت كونفدرالية وخدت صبر أفريقي وخدت صبر مصري وخدت الكازر مصري ده محمود عليها اللي جاب يبجون في النهاية كونفدرالية ضربة الجزائق هو ده لها الدافتة حصل دروب وبيحصل لأي حد في العالم دروب بعد الخطأ اللي ماشي يا سيدي هو أغلط فيه بتاع نهاية أفريقيا وصد النادي لها لك هلتبحوا هما هو يتطمى الناس كلها بتغلط وكله بيقلت نفسك بتغلط في شغلك يعني وبتبقى ممكن تعمل مشكلة كبيرة ويتم تدرك الأمر ومحمود عليها شخصية قوية أو شخصية مفيدة لدي الزمالك ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش جمهوري الزمالك يهو اللي يخلص على لعبته ويدي السلاح للآخرين للمنافسين القضاء على لعبته إلا كنت أما تصخر منه تقولك مستر أسست ومش عارف يو عضو يهزره ويسخره الزمالكوية أو بعض منهم على السوشال ميديا يسخروا من محمود عليها وآخرين من اللعيبة ليه؟ فيه فرق بين انتقاد وبين سخرية وتسفيح عيب ده أمر عيب انك تنتقد انت قادر محب المشجع لقى كابتل خلي بالك فوق ما ينفعش بقى أس وخلاص لكن بقى يا بستر ايه ويتحكوا يعني لكم مكسات ايه ده؟ ايه الحلوه في ده؟ ايه الحلوه انك تخصر لعب لعب كبير لعب موجود في المنتخب لعب عامل اسم فلادي الزمالك صاحب تاريخ أكبر اللعيبة المدافعين أهدافا في تاريخ الزمالك ازاي ما تباش شايف يعني انت فيه ناس بتقعد تتكلم على جمال حمزة وتتكلم على شي كبانا وتتكلم على الناس دي كلها رغم أخطأهم اللي عملوها في كرة ما حصلش ما أخدوش بطولات كل خمس دقيق مثلا لكن هنا بقى الموضوع لازم الموضوع ده يخف شوية وينزل لتحت كده والناس تدعم خصوصا يا جماعة يا إخوات الأعزاء الزمالكوية ما فيش حد هيتغير من مجموعة دي إحنا دول اللي حالتنا ندعمهم وهم يملكوا قدرات فنية ممتازة صحيح ممكن يبقى فيه ضربة أو حاجة ندعمهم عشان يقفوا على رجليهم وينتصبوا كده ويقفوا ووقفة قوية ويظهرهم يفرد ونقف ندعم ولا نقعد ما تجعلهم زقين وقعينوا على الأرض عشان الغاخرين بقى يعني يخلي الناس تتجرع عليه يخلي حتى المنافس مش المنافس الأهل يعني المنافس اللي هم الجونا لعبت الجونا لعبت يا إستر كامبلي بلعبت بيرامل يتجرقوا على محمود عطفار ادخل على دي ده مضغوط ده مش حالف انت هلتستفيد هتخسر هو عندك حد غير محمود علاء بالعقل دعم أقف كويس في الموضوع دعم في الحكاية دي مبارح المستشار مرتضى منصور فتح مرة أخرى ملف الساعات مع الكابتن محمود الخطيب عشان القضية المتدولة حاليا وأنا عاوز أقول لكم الحالة إنه ندخل في الجدال ده مرة تانية ده أمر ما حدش يدر يوقفه ليه لإنه المشام المتدولة نصور حر زي بيقوله يقول له عايزه والدنيا مشى معاه والأمور عايز ومن ثم هيفتحه الملف ويرجع تاني للموال ده اللي انتو عايزينه اللي بيجرى دلوقتي إنه المشام المتدولة نصور قال إنه الخطيب مش خط أحمر إنه فيه أحد المسؤولين قاله إن الخطيب خط أحمر وده أغضبوا جدا والحقيقة إنه بفيش حتى خط أحمر في مصر كل الناس سواسية وهذا أمر مؤكد ممكن تكون الجملة اللي تقالت دي جملة إنه يعني الخلافات بلاش تبقى موجودة خط أحمر أيا كانت الصياغة لكن لو الملف فتح تاني فهتبقى معركة قوية جدا 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 للأمانة إيه اللي هيجرى خيال يامي اللي جاية اللي راحة فين جاية منين الله أعلى وأعلم ننتظر ونشوف هل هيتم الهدوء مرة أخرى ولا لا خلي معكم مصرون تنصر من ساعة ما رجع في نوفمبر أو اكتوبر ما تكلمش عن الأهلي من أساسه وبيتكلم على احترام الأهلي وبيتكلمش على ست الخطيب حتى القضية بتاعته اللي هم مشغالين فيها دي ما بيتكلمش فيها لكن المبارح يبدو إنه الاتصال اللي جاله ده أغضبوا كثيرا إما نشوف الأمور راحة وجاية الفترة اللي جاية إلى أين نشوفكم على خير في اللي جاي سلام